ازاي بنكتب في اللغة الانجليزية طبعا لما نيجي نكتب بيكون لها قواعد معينة فعندنا حاجة اسمها punctuation marks او علامات الترقيم how we write بنكتب ازاي لما نبص على الفقرة اللي جاية دي I went to Alexandria last week I went with my family الى اخيره هنلاحظ ان في حروف معينة زي ما انت شايف متلونة باللون الاحمر كل الحروف دي مكتوبة capital letters يعني حروف كبيرة لكن باقي الحروف كلها حروف صغيرة small letters معنى كده ان معظم كتابتنا بتكون حروف صغيرة لكن في مواضع معينة في الجملة بيكون في حروف تانية كبيرة تعالى نتعرف ازاي بنكتب بالطريقة دي اول حاجة الاستفناءات اللي احنا قلنا عليها ليه بنكتب حروف capital ليه علشان بيكون اول حرف في الجملة first letter يبقى اول حرف في الجملة لازم يكون حرف كبير باقي الجملة بيكون حروف صغيرة انا هنا بركز على الحرف الاول انا عارف ان في حروف تانية هنا بس انا عايز منك تركزلي على اول حرف في كل جملة I جاي حرف كبير نفس الفكرة هنا في الجملة اللي بعدها W حرف كبير و نفس الفكرة بداية جملة جديدة at حرف I فيها برضو حرف كبير اذا القاعدة الاولى بتقول بداية كل جملة في اللغة الانجليزية لازم يكون حرف capital اتفقنا؟ تمام طيب هنا بيقول لي ان الضمير I الpronoun I لازم يكون حرف capital حتى لو جه في وسط الجملة احنا عندنا سبع بمائر فاعل منهم حرف الآي فقط لازم يتكتب حرف كبير اذا جه في اول الجملة او في وسط الجملة my friends and I يعني انا واصحابي آي بآي هنا لازم يبقى حرف كبير ما ينفعش تعمله small وعلي نقطة من فوق زي الحرف ده لا ده هنا يعتبر بيمثل فاعل في الجملة بيتكلم عني انا شخصيا يبقى لازم يكون اللي بيمثلني ده كبير يليق بانه هو يحل محلي انا شخصيا طيب بعد كده هنا بيقول لي فيه كمان حاجة اسمها الproper nouns يعني ايه الproper nouns يعني اسماء العلم يعني ايه يا مستر اسماء علم يعني مسميات الحاجة بذاتها لما اقول احمد حسن علي عمر يعني اسماء الاشخاص والبلاد والمدن والانهار والاماكن المشهورة كل دي اسمها ان انا بحدد شخص او شيء او مكان بذاته زي كده نلاحظ ان الو كابتل لان انا قاصد شخص بعينه طيب وبعدين انا سافرت فرنسا فرنسا ده اسم دولة يبقى قاصد دولة معينة يبقى الاف لازم تكون حرف كبير لاحظ ان ريفر هنا كابتل والار التانية هنا في ريفر سمول طب ليه ما هي نفس الكلمة او علشان ريفر نايل انا قاصد هنا نهر النيل حددت انا اقصد اي نهر لكن هنا انا ما حددتش الانهار كتير بقول يبقى ريفر نايل ده اسم علم ده لان حددت حاجة بذاتها يبقى الار كابتل والان كابتل لكن ريفر دي محددتش يبقى ده اسم عام ينفع لاي نهر في الدنيا مادم حددت يبقى اسم علم لازم اول حرف منه يكون كابتل اي كمان البحر الاحمر هل هنا قصدت اي بحر لا ده انا قصدت البحر الاحمر بذاته كاسم علم يبقى الار كابتل والاس كابتل ايجبت مصر اه انا اصدت دولة معينة يبقى الاي كابتل فهمنا؟ طيب ايه كمان؟ انا عندي قطة جميلة اسمها بوسي اه هنا كات ده اسم عام قطة من ضمن الاف القطة لكن بوسي ده انا هنا قصد القطة نفسها باسمها يبقى البي كابتل فهمنا دي؟ بعدين الاسد القوي ده اسمه سيمبا يبقى لاين هنا ده اسد من وسط الاف الاسود ده اسمه كامن ناون يعني اسم عام لكن سيمبا اه ده نقصد اسد بذاته ومسمينه باسمه يبقى الاس كابتل فهمنا الفرق بين الاسم العام والاسم العالم بين الكمن ناون والبروبر ناون هو ده اللي بيلغبط الطلبة في الامتحانات تخلي بالك الاسم اللي بنقصده بذاته هو بس اللي بتبقى بدايته حرف كابتل هنا هتلاقي المثال اوضح انا زرت متحف متحف من ضمن المتاحف يا ما فيه متاحف في البلاد لكن هنا انا زرت المتحف المصري انا اصدت مكان معين مكان مشهور الناس كلها عرفاه يبقى الام كابتل لكن فوق ستها من غير معمل فيها حاجة لان هنا نكرة مجهول ادي متحف من ضمن الاف المتاحف ما نعرفش انهي متحف اللي انت رحته لكن هنا المتحف المصري كل الناس عرفاه اصدتوا بذاته كاسم عالم يبقى ده اسم عام لكن ده اسم عالم ده common noun لكن ده proper noun ان شاء الله هنكمل الجزء الثاني الحلقة الجاية ارجو ان اكون افدتكم تحدياتي ليك ياسر الكلاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته